نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس ليست الخطوة الوحيدة في سجل الرئيس الامريكي دونالد ترامب الداعم لترسيخ الاحتلال الصهيوني لفلسطين ما فعله الرجل في عهده يفوق مجموعة ما فعله أسلافه في سياق تبني الإدارات الامريكية المتعاقبة للكيان الصهيوني ودعمه المكتب الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يؤكد أن الاستيطان وصل في عهد ترامب مستويات قياسية مقارنة بالأعوام العشرين الأخيرة وفي تقرير له يوضح أن تصاعد الاستيطان يأتي في ظل تبدل في تعاطي البيت الأبيض سياسيا مع الاستيطان المخالف للقوانين الدولية في الضفة الغربية حيث غضت إدارة ترامب الطرف عن النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية حتى أن الخارجية الأمريكية أوقفت في نيسان الماضي استخدام تعبير الأراضي المحتلة في إشارة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ووفقا للتقديرات فإن سلطات الاحتلال أقامت منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 عشرات المستوطنات في محيط المدينة وأقامت فيها أكثر من 55 ألف وحدة سكنية فيما طرأ خلال الفترة بين عامي 2017 و2018 عقب فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية تصاعد هائل في وطيرة البناء الاستيطاني بالمدينة المحتلة حيث تم التصديق على بناء 1861 وحدة استيطانية جديدة بارتفاع 58% مقارنة بعامي 2015 و2016 في الأسبوع الماضي لوحده واصل الاحتلال مخططاته الاستيطانية بوتيرة متصاعدة حيث تم إعلان بناء أحياء استيطانية في الضفة الغربية بما فيها الأغوار الشمالية إضافة إلى منصادرة أراضي فلسطينية وتجريف أخرى كل ذلك يجري وسط اعتداءات وانتهاكات مستمرة ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في محاولة لإجبارهم على قطع آخر آمال التمسك بأراضيهم في زمن يجري فيه قدم القضية الفلسطينية من جميع أطرافها بينما العالم العربي مشغول بصراعات مصدرها الأساس دول الهيمنة والاحتلال على اختلاف مسمياتها